في الحلقة التساحتاشر ولي العهد فهم ان اخو الامير نفس تاريخ ميلاد ابن سان المستشار هنبلغه ان المعلم مين كدف في الرسالة ان في حجر جوه مجبرة العائلة الملكة واللي ملك لسان في الوقت ده الملكة مع الامير حكيت له ان كان في حداد وكان راجل طيب اتعرف على بنت فقيرة حماها وحبها وقرر يتجوزها ويوم فرحهم كان جنبهم جيرانهم من سكان نفس البلد الكل كان عايش سعيد في سلام ولما عرفت الزوج انها حامل ساعدتها كملت مع زوجها الطفل اللي تولد واسمه هيون الامير بيسألها ايه بقية الحكاية قالت له هي بتعيط في الوقت المناسب هحكي لك بقية الحكاية المستشار هنبي هدي ولي العهد وطلب منه يكون متماسك ولي العهد قال حيحصل في القصرة هرجلة ولازم نسيطر عليها لما وصل على جناحه لارسالة الشبح اختفت الحارس بلغه ان الخادم جي كان موجود هنا وانه هو روح على جناح العروسة في الوقت ده بلغه الملك ان عروسة ولي العهد تقتلت لما وصل ولي العهد كانوا الحراس قبضوا على جاي واول ما شافهم مسكنها امرهم ان هم يسبوه قالي ازاي تتجرقه على خادم لولي العهد الحارس بلغه انه هو امر من الملك بالقبض على الخادم وده بعد ما اعترف بقتل العروسة ولي العهد كان مصدوم انها تقتلت وجاي اعترفت انها هي لقتلتها بصلها قالي ازاي تعترف بحاجة انت معملتهاش جاي عينيها مليانة دموع قالت انا قتلتها والمعلومة للكل لازم يعرفها وقبل ما تكمل كلامها ولي العهد امرها انها تسقط لكن هي كملت قالت انا جاي دخلت القصر في زي خادم وكان هدفي اقتل ولي العهد وعروسته والخنجر اللي عملت بيه الجريمة هو ملكي ولي العهد مش بصدق انها بتقول كده والحارس قال امر الملك بالقبض عليها بعد ما اعترفت بجريمها اخدوها قدامه وهو واقف مش عارف يتصرف بس امر يجيبه الخادمة اللي كانت في جناح العروسة ومسؤول عنها الخادمة فعلا هي اللي قتلت العروسة وده بأمر من سيدة البلاطكون بعد ما قتلتها انتحرت وثابت رسالة قالت فيها انا حزينة علشان مش حكون موجودة لما هيون يقبأ ولي العهد الملكة خدت الرسالة وحرقتها وحطوا مكانها رسالة تانية واللي كان مكتوب فيها انا ندمانة علشان اهملت في خدمة العروسة واهمالي ده اتسبب فموتها ولي العهد كان بيقرر الرسالة ولما الحارس قاله كده خلاص جاي هي اللي قتلت تتعصب جدا عليه لانه كان واثق من برائتها كان متأكد انها عملت كده علشان تحميه وتحمي منصبه لانهم لو اكتشفوا ان هو يعرف شخصيتها الحقيقة هيعزلوه من منصبه وكمان اعدائه هيستخدمه ده ضده فهم انها ضحت بحياتها علشان تحميه جاي دخلت السجن فعلا وكانت بتعيط بتتمنى ان ولي العهد يسيبها ويمشي ويهتم من مستقبله رجال الدولة اجتمعوا بيطالبوا بعزل ولي العهد كانت مجموعة مع ولي العهد ومجموعة ضده اللي ضده بيأكده ان هو عارف ان جاي كانت موجودة في زي خادم المستشار كمل خطته اتهم المستشار هان انه خدع الملك وان العروسة ممتها متوفية ولما الملك سأله المستشار هان قال له اه عملت كده لكن علشان مصلحة الحكم كان غرضي ابعاد الطماعين وصل ولي العهد عند جاي واللي اول ما شافته كانت حزينة جدا سألها ازاي تعترفي بزنب ما عملتهوش هيعزبوكي لغاية ما تموتي وهي قالت له مات ابرياء كتير وانت لازم تكشف الحقيق ادت له رسالة الشبح قالت له هما مستمرين في خطتهم وانت الوحيد اللي تقدر توقفهم وكمان تبرق عيلتي قالت له بعد كده هتقبل ملك الحكيم العادل قالت له بطلب منك ما تبصش وراك غير لما تكون خلصت مهمتك اعتذرت انها هتمشي وتسيبه مهموم كده بص الهوزعل منها جدا قال لها هتروحي فين قالت له هروح للمكان الموجود في بابا وماما واخويا كمان عرفته انها مش خايفة من الموت ابدا قالت له كله خوفي وحزني ان انا حموت من غير ما تعرف مين الشخص اللي انا بحبه انتبه اكتر لكلامها قالت له الشخص اللي حبيته هو انت بصره وتعيط وليه العهد قال لها ليه بتقولي كده دلوقتي قالت له كنت لازم اقول لك ان انا اول ما شفتك وقعت في حبك وبعتذر لاني حبيت وليه العهد وهو كان بيبص عليها وعيونه مليانة دموع وصل ميون غجين وجرام لبيت المعلم مين وكانت جرام حزينة جدا شايف البيت بقى خراب اللي اتنين كان عندهم مهمة يلاقوا الحجر اللي سبته عيلة سونة وهي حتبدأ تدور ميون غجين طلب منها ترتاح بتبصله مستغربة جدا طريقته معاها وهو فعلا مش عايز يتعبها لكن قال لها دي اوامر ولاي العهد اللي انا للاقي الحجر بعد كده نضفناها مكان علشان تعود وفعلا بدأ وكان تعبان جدا وهو بيدور عليه لغاية ملأ الحجر سان وصل على بيت تاي قاله انه هيرجع معاهم على القرية اللي فيها اهل البلد تاي اللي كان واخد عهد قدام وليه العهد لو عرف اي معلومات يبلغه في الوقت ده الملك وصله رجاء من رجال الدولة انه هو يعزل وليه العهد كان بيقرأ وهو عصبي جدا وفجأة وعت قدامه رسالة وراء زيارة في الوقت ده الحارس تاي بلغ وليه العهد بخطة اخوه والمكان المتواجدين فيه بالسر سان وقون وصل عند وليه العهد سأله لو حيتخلى عن جاي ويسيبهم يعدموها وليه العهد قاله انه منصبه في خطر ومقدرش يعمل لها حاجة سان وقون قاله انت اكيد عارف ان جاي بتحبك وانت كمان بتحبها في الوقت ده المستشار بيضغط على الملك علشان يعزل ابنه من منصبه وليه العهد قدام جناح الملك بيطلب من الملك يخلعه لانه كان عارف ان جاي هي الخادم بتاعه الكل كان مستغرب موقف وليه العهد واقولهم المستشار الملكة مش مصدقة ان حبها للدرجة دي حبها للدرجة ان هو يتخلى عن منصبه علشانها الملك امر بخلع وليه العهد من منصبه وكمان خلع المستشار هان من منصبه واعدام جاي المنشور اللي فيه الاحكام متعلق وسط البلد الملكة خلاص دي اخر مرحلة بعد كده ابنها الوحيد حيكون وليه العهد وملك المستقبل ووليه العهد الكل حيبعد عنه ويعيش مجنون ويموت متبشعة وبعد كده تنتهني اللعنة طلبت سون وقون وسألته لو حيرافق وليه العهد وهو خارج من القصر ولما قال لها اه ادت له مشروب قالت له ده علشان يهدي اعصاب وليه العهد وهو في طريقه سون وقون في اللحظة دي بص على السمكة اللي جنبها مستشار الدولة كمان طلب سون وقون قال له حرجع باباك لمنصبه مرة تانية لكن بشرط واحد ان انت تقتل وليه العهد اسناء رحلته سون وقون وافق وطلب منه مكتوب بخط ايده قال له هتكتبه علشان اضمن ان انت تنفذ وعدك ليا وفعلا بقى معاه المشروب من الملكة والمكتوب اللي يدين المستشار واللي اتنين حينهوا على حياة وليه العهد الملكة بتقرى اللعنة النقرب صديق ليك هيخونك وهم في الطريق بينقلوا وليه العهد من القصر كان معاه رجال الجيش وسون وقون قدامهم وكانوا في نفس الوقت بينقلوا جاية علشان ينفذوا فيها حكم الاعدام اتعرض وليه العهد وحراسه لهجوم وقدر وليه العهد يهرب منهم لكنه هو بيهرب هجمه حارس المستشار واللي قدر يوقعه من على حصانه وقرب صيفه علشان يقتله هجم عليه سون وقون قال للحارس الاوامر اللي انا نلقت الوليه العهد الحارس فعلا انسحب وسبهم سون وقون مد ايديه الوليه العهد علشان يقوم في الوقت ده وليه العهد افتقر اللقاء اللي كان بينهم لما طلب منه سون وقون يساعد جاي في اليوم ده وليه العهد سأله لو هو كرهه وقت ما عرفت يمكن كرهتك بس كرهتك لانك ما قلت ليش بصراحة وكان ممكن اتحمل معاك المسئولية وساعدك كمل كلامه وقاله مفيش لحظة في حياتي مرت من غير ما كون صديقك المخلص وان انا عخاطر بحياتي علشان تحافظ على منصبك وليه العهد قدام سونغ وقون بيشكره لانه انقذوا من الموت في الوقت ده جاي في طريقها هجم عليهم مجموعة وبدأوا يقتلوا الحراس وهي طبعا كعدتها بتقوم لكن قدر يمسكها واحد من الرجال وشالها غصبا عنها واول ما اخدها المكان بعيد هي ضربته بيبصلها مش مصدق اللي هي بتعمله ولما كشف عن وشه قال لها لالحارس تاي واخدتك بامر من وليه العهد كانت مكسوفة جدا لانها ضربته وبدأت تنظف له هدومه قال لها بسخرية مش مستغرب اللي انت ضربتيني لان انت عمرك ما تستسلمي وتسيبي حقك دحكت وقالت له انه هو في امان وليه العهد كان عامل خطة من الاول خالص واللي ارسل رسالة البابا طلب منه انه هو يشوف في السر ولما قابله كان مع المستشار هان واللي اتنين طلبوا من الملك مساعدته قالوا له اول حاجة توافق على خلع وليه العهد وحكم على المستشار هان انه هو يضطرد من منصبه وطبعا اعدام جاي وليه العهد كان غرضه يقنع الاعداء ان خطتهم نجحت وبكده يقدروا يكشفوهم لما عرف المستشار انهم هربوا اتجنن وليه العهد اجتمع باصحابه مرة تانية وجاي قدامه وسألته عن صحته وهو ابتسم ليه علشان يطمنها قال لهم حنروح القرية الموجود فيها سكان المدينة فعلا اهل المدينة وصلوا للقرية البسيطة واللي حيتجمعوا فيها كمحطة بعد كده حيرجعوا لبلدهم وده لما الملكة تكمل خطتها وليه العهد عرف ان السكان كلهم وصلوا للقرية وهو لازم يروح لهم بأسرع وقت كان غرض يعرف اللي حصل من عشر سنين ويكشف مخطة المستشار اليوم ده عرف كل اصدقائه برسالة الشبح واللي جات له من ثلاث سنين سونغ أون كان في حالة صدمة من اللي بيقراه حظهم السيء ان المستشار عرف بمكان السكان وعرف كمان اسم القرية الموجودين فيها ضحك لانه هيقدر ينهي عليهم ويكمل اللي فشل فيه من عشر سنين ويسكتهم للأبد المساعد بتاعه سألوا لو لسه فكر الكلام اللي عرفوه ان زوجة سونغ خرجت من بيتك ودخلت القصر سألوا لو يعرف هي مين المستشار فكر لسواني وافتكر الوحيد اللي خرجت من بيته ودخلت القصر هي الملكة اتجنن لانها خدعته وهو اللي بيعتبر نفسه محدش يقدر عليه في الحلقة الأخيرة المستشار افتكر يوم لما دخلت قصره دخلت على أساس انها خادمة ولما لقاها جميلة جدا قال لها الملك حيصار عندي في قصري وطلب منها تخدمه قال لها غير اسمك ويقبى سونغ يون وبكده تقبي واحدة من عيلتي وهي طبعا دي كانت فرصتها حتقرب من الملك وتنتقم للي حصل لجوزها وفعلا في الحفلة الملك أعجب بها جدا وقضى الليلة معاها وبعد فترة قالت انها حامل من الملك المستشار مش مصدق انها خدعتهم كلهم بالشكل ده واللي كان في بطنها هو ابن سونغ الحداد مش الملك سونغ يون قدام ولي العهد فتح المشروب هدية الملكة واللي لقى جوا يبيض السمكة داي عرفوا من الحكاية المعروفة عن السمكة من سنين ان اي حد يأكل بطنها بيخسر عقله الكل كان مرتاح جدا ان ولي العهد مشربش من المشروب وصولوا وقون انقاذوا للمرة التانية المستشار راح للملكة وكان عصبي جدا قال لها انها خدعتهم من عشر سنين سألها لو كان غرضها انها تقتله لما دخلت قصره وهي قالت له اه وده ما كانش هيكفيني عرفها انه عنده علم بمكان اهل البلد وهيروح يتخلص منهم كلهم وهي اللي هيكون عليها الدور بعد كده لما نادت على المساعدة كوم علشان تساعدها قال لها ان هو اتخلص منها المستشار بدأ يحضر جيش علشان يهجم على اهل القرية الملكة قدامها سيدة البلاط وكانت بتموت قالت له هي تعبانة جدا ما تخلهمش يوقفوكي كملي اللي انت بدأتيه وكوني سبب ان اهلنا يرجعوا لبلدهم ماتت سيدة البلاط والملكة نهارت عليها وصل ولي العهد واصحابه واول ما شافهم جايين ووعلته استخبوا منهم ولي العهد كان متأكد ان هم قربوا للأهالي وفجأة ظهر قدامهم سان ورجاله ولما شاف اخوه تاي قال له انت كده خنت اهلك لكن تاي قال له انا بساعدهم لكن بطريقتي ولي العهد امر اصحابه ينزلوا السلاح قال لهم احنا مش جايين علشان نحاربهم احنا غرضنا نساعدهم سان اخدهم على القرية وهناك ولي العهد حاول يقنع الأهالي ان هو موجود علشان يسمع اللي حصل من عشر سنين ويساعدهم بأمر من الملك رغم اعتراض سان اهالي القرية بدأوا يحكوا اللي حصل قالوا كل زنبنا اننا عايزين نعيش عيشة كريمة كتبنا طلب للملك وكتبنا عليه اسامينة لكن مسكوا جايين هو في الطريق ابضوا عليه وعلى كل اللي كاتب اسمقهم وعذبوهم اكتر من يوم في الوقت اللي ولي العهد بيسمحهم كانت الملكة حزينة جدا طلبت الاميرة قالت لها في وقت من الاوقات مش هتقدر يتحمي الامير الزغير لكن انا بطلب منك تعملي كده ولازم تحميه قالت لها انت الوحيدة اللي قدر اطلب منك ان انت تحميه قدت لها الطلب اللي كتبوه من عشر سنين الطلب اللي ما وصلش للملك في وقته قالت لها تديه للملك وهو حيفهم الملكة وصلت على جناح الامير ومقدرتش تدخله ومن برا الباب قالت له ان ابوك هو الحداد ثونه وعمره ما كان مجرم وانه هو كان انسان حاول يساعد جيرانه ومعملش حاجة غير ان هو فتح الباب عليهم علشان يخرجوا ولما هجم الجيش على القرية قتلوا كل الموجودين واتهموا صنغوا بالظلم ان هو رئيس المتمردين وقتلوا هو كمان اهل البلد كملوا الحكاية لولي العهد قالوله المسؤول جو وون رجع لقصر الملك واتهمهم ان هم تهجموا على الجيش وهو في الطريق طاعن نفسه علشان يصدقوه قالوله في الوقت ده احنا رفعنا الرايا البيضة علشان الجيوش لما تيجي يعرفوا ان احنا مسلمين وعملناش حاجة غلط لكن لما وصل المستشار هجم علينا قتل كل الاهالي حتى الاطفال وقبض على صنغ واتهموا بالكسب ان هو رئيس المتمردين زوجة جاي ينغ عيطت قالت بنتي كان عندها خمس سنين وموتوها ازاي دي تكون ضد الملك وهي لسه متعلمة الكلام كملت كلامها وقالت له دفنتها وحيدة من اجري ما يكون جنبها في الوقت ده الكاهن طلب مننا ننسى اللي حصل ونسيب البلد ونعيش حياتنا لكن زوجة صنغ قالت عمري ما حنسى الظلم اللي تعرضنا لي ولازم انتقم منهم وليه العهد قال لهم صعب عوضكم على الحزن اللي انتوا عشتوه لكن بأمر الملك هترجعوا لبلدكم وتعمروا البلد اللي خربت واللي ظلامكم حيتحاسب على اللي عملوا ميون ونجين في اللحظة دي اتدخل قال وليه العهد قال لكم كل حاجة دلوقتي جي دور الاكل مش هتأكلونا ولا ايه الكل بيبص عليه مش مصدقين ان هو بيتكلم عن الاكل دلوقتي لكن هو كمل كلامه قال لهم جعان وانتم بلد معروف عنكم الكرم ولازم تأكلوا ضيوفكم بصوا له وضحكوا وقرروا يحضروا اكل الضيوف زي ما طلب الاميرة وصلت عند الملك ولما اخد منها الرسالة فهم ان الملكة خدعيته السنين دي كلها وان الامير الزغير مش ابنه وان هو ابن صنغ الحداد اللي تقتل من عشر سنين الملكة في اللحظة دي قررت انهي حياتها بنفس الطريقة اللي كانت مخططها الولي العهد ان هو يموت شربت من بيض السمكة هتعيش بقيت حياتها مجنونة ولما دخل الملكة عليها لقاها تعبانة جدا وهي قالت له دي نهايتي لانا اخترتها النفسي علشان اللي عملته معاكم اهل البلد معت جيفهم بيأكلوا كلهم سان اكتشف ان ولي العهد مش موجود قال بصوت عالي ولي العهد هرب الكل تفاجئ وصدقوه لكن في اللحظة دي ظهر ولي العهد قدامهم قال لهم انا موجود مش ممكن اهرب ابدا كنت بجاهز نفسي علشان احفر وطلع مية ليكم وبدأ يحفر فعلا سونغ اون بيبص للمساعدين قال لهم ولي العهد بيحفر بنفسه انتو مستنين ايه يلا ساعدوه ميونغ جين دحك قال كده كل الاقوياء بيحفروا انا بقى اكمل الاكل جرام في اللحظة دي ضربته فرجليه بصلها وقالها خلاص مش مهم الاكل دلوقتي هحفر معاهم وهي دحكت لانه بدأ يفهمها ولي العهد كان طول الليل بيحفر عايز يطلع ليهم المية رغم ان الكل تعب لكن هو لسه بيحفر لغاية ما الصبح طلع سونغ اون طلب منه يرتاح قال له احنا حنكمل بدالك اهل البلد قربوا منه قالوا له احنا اللي حنكمل في الوقت ده هجم المستشار ورجاله عليهم ولي العهد اول ما شافه امره يتوقف لكن المستشار قال له كلكم حتموتوا هنا وما حدش هيارب باللي حصل واللي مقدرتش هخبيه من عشر سنين هخبيه دلوقتي ولي العهد المنتهى التحدي قال له غلطان طمعك في المناصب خلك تظلم اهالي البلد لكن ده مش هيستمر مرة تانية في الوقت ده زهر المستشار هان وقال بأمر من الملك تسلموا نفسكم لكن المستشار رفض وهجم عليهم هو ورجاله وفي اخر اللحظة كان المستشار حيموت ولي العهد لكن وقف قدامه الحارس تاي علشان ينقذه وقبل ما يتصاب بسواني كان اخوه قدامه علشان ينقذه واللي فعلا اتصاب في قلبه تاي كان حيتجنن على اخوه واللي كان بيموت قدامه قال ولي العهد الاهالي تظلموا ما كانوش يعرفوا بالجرائم اللي احنا عملناها واللي كانت بأمر من الملكة قال له الاهالي كان كل هدفهم يرجعوا الوطنهم اوعدني ان انت ترجحهم ولي العهد بصلوا قال له اوعدك ان الظلم ينتهي وهيرجعوا الوطنهم تاني سين بصل اخوه قال له اكتر وقت كنت بكون ساعد فيه لما اتنقر في ملابسك كنت بدحك من قلبي فعلا لان انت عايش عيشة بريئة غير خالص مات سين وحزن عليه اخوه واهل البلد كلهم الملكة اتجننت فعلا والملك قدامها بيعايات عليها بتبصله حتى مش فاكرية طلبت منه تخرج لانها متجوزة من الحداد ثونه وانها مخلفة منه طفل جميل لازم تطلع علشان بابا يشوفه بصلها وعايط لانها كل اللي فاكرية جزء الاولاني سمح لها انها تخرج من القصر فعلا ميون غجين بيقرى منشور الملك ان المجرمين اتحكم عليهم بامر من الملك وامر بنفي الامير الزغير هو ومامته وتم تبرئة جايي من جريمة قتل اهلها وطبعا جرام كمان والاتنين بقى احرار واخر شيء ان الملك اتنازل عن عرشه لابنه وليه العهد الملكة فعلا اتجننت ماشية في الشوارع بتدور على جزء الحداد بتبص ومش نسية ابدا شكله لما قتلوا بالظلم جايي عاشت في البيت مع جرام وبقت مدرسة زي ما كانت بتتمنى للاطفال الفقرة بعد سنة وليه العهد بقى هو الملك جالوا رسالة من سونغون واللي عينوا المسؤول عن اهل البلد في الرسالة طمنوا عليهم قالوا ان هم رجعوا يبنوا البلد من جديد الملك قال لأخته الاميرة سونغون اتكلم عليك في الرسالة بتبصله سعيدة جدا وهي بتقرأ عايز يتحك قالها ازاي ترسلي رسائل كتير لوزير مشغول بشغله بدأت تقرأ رسالة وسونغون كان كاتب الاميرة بترسلني كتير تطلب تزورنا وانا بقول لها ان المكان مش مناسب ليها الاميرة خب املها ولما شافها الحارس تاي ضحك عليها الاميرة بصت له وهي متغازة جدا قالت له ايه اللي بيدحك الملك كمان عايز يضحك بس مسك نفسه حضر لها شاي وقال لها ده هيهدي اعصابك بدأ الملك يشرب الشاي وهي في اللحظة دي قالت له انا عايز اتجوز وقع الشاي من ايديه وكان مصدوم وهي كانت واضحة جدا في كلامها قالت له عايز اتجوز واحد شهم وهو دلوقتي وزير واسمه سونغون اخوها الملك بيبص عليها مش مصدق ليه بتقوله قالت له هو غبي لانه ما بيفهمش في مشاعر البنات لكن مش فارق معايا انا بحبه وعايز اتجوزه وانت اقوله كده الحارس تاي مقدرش يمسك نفسه قال لها بصخرية وهل هو هيحب الاميرة الاميرة بصرله بمنتهى الدي والملك اتوتر جدا بصله علشان يصلح بسرعة اللي قاله الحارس تاي ما كانش عنده حل تاني غير انه فعلا يغير كلامه قال لها اكيد حيكون شرف ليه الملك بيبصله وكان مرتاح لانه قال كده وطبعا الاميرة كانت سعيدة جدا الاميرة سألته اي طفل وامه كان بيتكلم عليهم في الرسالة وبلغت انه هما بخير الملك افتكر انه هو امره يراعي اخو الامير ومش هو بس كمان الملكة المخلوعة كان شايف انه هما اتعرضوا للظلم الاميرة قادت لو قصدوا على اخويا حكون سعيدة جدا سعيدة لانه بخير وعايش مع مامته حتى لو كانت مجنونة جاي سنة كاملة منتظرة زيارة الملك ليها لكن ده ما حصلش الملك افتكر كلمات سون وقون ان شعبه بقى بخير بسبب حكمه العادل ودلوقتي جيه وقت يهتم بقلبه وميسبش جاي وحيدة مامة ميونغ جين وصلت على المكان اللي بيشتغل فيه ابنها واول ما شافت جرام اعجبت بيها جدا سالتها لو بتحب ميونغ جين وهي قالت لها انا مجرد جارية والقوانين ترفض ان انا تجوز واحد من عيلة جرام كملت كلامها قالت غير ان هو عنده ام شريرة جدا ممكن تقتلي لو عرفت ان انا بحب ابنها في اللحظة دي دخل ميونغ جين مع بابا بابا اللي كان بيدربه وجرام عرفت انها مامته كان بتبص لها مكسوفة جدا من اللي قالته الاب والام عملوا خطة عليه علشان يطلعوا من العيلة وبكده يقدر يجوز جرام ميونغ جين قال لهم وهو متضايق جدا ولا مين حقيقة بابا بايا اللي اتنين مش يوصبوه كانوا بيتحكو جرام زعلانة علشانه وهو قال لها مش مهم انا اخترت اسمي تاني النفسي بتبص له مش مصدقة استسلامه لكن هو كمل كلامه قال لها اسم الجديد هيكون مناسب لاسمك لما تقبي زوجتي ضحكت لانها بتحبه وتتمنى فعلا تكون زوجته اللي اتنين بيبصوا على بعضه مكسوفين جدا الطبيب دخل للملك بيعتذر ان هو فهم مرضه غلط طول السنة اللي فاتت المرض اللي اعراضه عدم النوم والقلق قال له مرضك هو الحب الملك اتوتر جدا طلب من الكاتب ما يكتبش اللي هو بيقوله لكن الكاتب مستمر في الكتابة والكل بيدحك على الملك لانه مش راضي يعترف بحبه الحارس تاي قال له مرضك ده فعلا ظهر من يوم الخادم كي خرج من الاصر الكل دحك على كلام تاي والملك بيبص للكاتب ويقوله ما تكتبش الكلام ده لكن الكاتب بيكتب ان الملك مكسوف لان مرضه هو الحب الملك قال لهم انا مش عارف ليه بتقولوا كده بيحاول يسكتهم لكن كلهم في نفس الوقت قالوا ده مرضك لازم تعترف بي وهو ملقاش حال ان هم يسكتوا غير ان هم يطلعوا برا فورا جاي طول الوقت وتتخيل ان صوت الملك جنبها وهو بيدخل المكتبة اللي كانت عايشة فيها بيبص حواليه وهي مش موجودة الصبح بتدرس للاطفال وفجأة لقت قدامها الملك سألها لو هي بخير وانه واضح جدا انها كويسة وهي مبتسمة لي قال لها بس انا مش بخير ابدا القصر في غيابك كأنه مفوش اي فرد قدامي بتبص له وبتتحك بصلا وقال لها تعالي معايا بصت في عينيه وقالت له لو حتوفي بعدك وتخليني رئيس الخدم قال لها مفيش رئيس خدم بيركب موكب وهو داخل القصر قالت له هي عصبية جدا بطلت اتهرب من الكلام لو حاجي معاك لازم تتكلم بصراحة انا سنة كاملة مستنياك ولما قررت تيجي مش قادر تكون صريح معايا بص لها وكان عصبي جدا قال لها دي طريقتك اللي دايما بتعمليها بتتكلمي كتير قالت له فعلا دي طريقتي بس لو انت بتكرهها بص النحية التانية وقال لها لأ بحب الطريقة دي قالت له انا اعترفت بحب ليك وانت سكيت بصت النحية التانية وقالت له مش هتحرك من هنا غير لما تتكلم بصراحة في اللحظة دي وقفها قال لها انا بحبك وهي بتبصله وكانت في زهول كمل كلامه قال لها انا بحبك يا جاي مدي ايده علشان تروح معايا وتقبى زوجته وهي مسكت ايدي عيونه في عيونها وشدها لسدره حضن بينهم كان بيتمنوا من سنين وهي اخيرا حسد بالروحة اتمسكت بيه قرب منها وبسها بسها بعد معيونه وعدتها انها تكون الملكة اللي ملكت قلبه اتعرضتي لظلم كبير خلاك تكرهي نفسك واللي حواليك اتقهرتي لما شفت اللي ظلموك عايشين حياتهم طبيعية اتحول القهر الغضب تتمني تنتقمي من اللي كانوا سبب في ظلمك ده طبيعي لانك انسانة لكن اللي مش طبيعي ان غضبك اول ما ينهي ينهي عليك انت اوعي تستسليم للغضب اوعي تسيبيه يمحي بتسامتك ورحتك حول الغضب لطاقة تغير حياتك لان دي الحاجة الوحيدة اللي انت مسؤولة عنها حياتك مسؤولة عن اللي جاي في عمرك مسؤولة انه هو يكون احسن من الراح اتعلمي لان ده اول سلحة يقوي ايديكي اوعي تقولي انا ضعيفة لان عمر اوراق الكتاب ما هتكون اقوى من قردتك انت تقدري تمسكي اول سلح في ايديكي بشاهدتك وبعد كده بنفس اليد تفتحي ابواب الامل اشتغلي اثبتي ان انت تقدري سافري وعيشي سعيدة اثبتي لكل اللي حاول يظلمك ان انت اقوى من ظلمهم اتحكي في وش كل واحد شايفك مسكينة اتحكي الدحكة اللي فيها ارادتك القوية احساسك بجمالك نجاحك في دراستك نجاحك في حياتك الشخصية نجاحك في تربية ولادك عظمتك لانك في ايدك اقوى سلاح وهو ان انت مش ضعيفة ولا مقصورة ولا مظلومة ولا مأهورة انت الست اللي قدرت تحول غضبها عن نجاح نجاح يملى حياتها ينور اللي جاي ويعرف كل اللي كانوا عايزين طريقك ظلمة ان طريقك بقى مليان شموع باديكي انت اللي نورتيهم